السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في انطباع منغا بلاك لوفر خلونا نبدأ فريق الإثارة والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق انتهى البصل السابق 286 بقول ناخد سأتجاوز حدودي هنا والآن شبنا الماضي حق ناخد شبنا البؤس اللي عاش فيه الماضي سيء ولد الكره عنده كيف كان يفكر بهذا الطريقة ليش يتكلم بهذا الطريقة ليش شوف ناس يعني بس صغار ليش يكره الشياطين يعني بالذات لهذه الدرجة ليش يمحقهم ويحقد عليهم ويكره كل شي يمسه لهم مع داستة طبعا فانتهى الفصل قد يقول لأنت يا ناخد تجاوز حدودي هنا الآن بدأ فصل 287 باسم يوم التكفير هذا خاصة اليوم يعني لازم يكفر عن أخطاء وعن ذنوب السبق اللي أخطاء انت مجدت نظرك كناخد الحين خاصة الوقت الحين لازم من أرد الصع صعين حق الشياطين بدأ ناخد يقول فصل يا خلا يعني خلاص أنا وصلت حدودي لازم ما أخلي هاسمتين اللي قدام هذول نعمة ونقمة ونعمة وللذ أنهم يعني يعذون فسادة لازم أنهيهم بأي طريقة ممكنة ويقول كل الشياطين أنا تعقدت معاهم من الفعل المتوسطة يعني أضعب أنه هذا من درجة العلي وشياطيني الأربعة من درجة المتوسطة وكذا يعني ما رح يمسون ما يمسون بأي شيء يقول أنا أعرف حدودي لذلك علي انقضت الشريحة جاءت شريحة أخرى نصر بصل ناخد جالس عند القبر وكان شعر أبيض وجاء وراه أنت يا يامي قال يامي حق ناخد خلاص أنا من يما رايح بعد كم يوم بعد كم شهر بعد كم سبوع بعد كم سنة بسوي فرقة خاصة فيني ويامي هنا خذلك وقت الدخان متو كراما السبعين يعني بدأ بيولع زقارة خلاص ويقول لحق ناخد أليس أخذ مزيني السخرية فخلاص خلاص خلق كنت النائب حقي وخلاص العام يسخروا منا ثنين مرة واحدة يعني إنه يامي الغريب من درجة الشر من درجة الشر من درجة الشر من هذا الغريب يسوي فرقة خاصة فيه يعني يامي مستحقرة لحد الآن الآخر شي مستحق من قبل النبلاء والأغنياء وإلى آخر فبذلك الوقت صدمة أكبر وأكبر نينشأ فرقة سحرية وناخد النائب حقه فوين بتروح يامي الحين بنشوف وراحت الشريحة هذي وجدتك الشريحة ثانية في وقت ناخد الحالي قدام التوم الشيطاني هذا وقال ناخد أنا يعني خلاص أنا تعبت يعني يقول ناخد أنا لسه أشعر بالذنب مهما حاولت أن يصير زي مورغن ما راح أصير ولا أبي أصير بل بعكس راح أحارب الشر من داخل الظلال هنا حستي أنا إتاتشي حرفيا إتاتشي حق بلاك لبر معنى شو أنا أفضل من إتاتشي ما بيضطر حق مرة أخرى لكن نفس بفكرة دخل إلى علم الشر عشان يحارب الشر نمسهم من الداخل وهنا جابك كده ناخد يشعر طايح على عيونه وكده قاعد ياخد نفس كأنني يستعد حق شي وهنا يكلم شيطين ومنزل الراس يقول بلومي راقنر ساعدوني الآن سأتجاوز حدودي هنا والآن تحملاني في مقابلة شخصية رد عليه شيطين الثنين أنت يا لومي مع راقنر قالوا له نحن معك يا سيدي لقد أريت عالم مختلف أريت شيء لن نحلم لننساه لأن الشيطين حربية متعتلم أكبر متعة أو ألد متعة عندهم هين أن يروحون على البشر ما أدلش الماغر اللي بين الناخد بين شيطين لكن أن أخضرهم بهذه الطريقة وخليه في كلهم بهذه الطريقة أعرف أن الرجال يعني مشاهم صح تعايش معاهم صح هنا ناخد خاص بدأ يندمج وسوالك اندماج يا إلهي يا إلهي وضع الاندماج جدا خطير أجنحة أنت يا راقنر ومدبخ خالب يلوم القطوهات ومدري إيش شكل مهيب جدا جدا أول اتحاد أو أول اندماج لشخص مع الشيطانين الثنين مع العلم أن الشيطان الثالث لسه لا يندمج معه فهين وضع الاندماج جلس وفلس يعني الكاتب ما أعطى اندماج يعني اسم معين حق اندماج لأنه يوريك أن هذا الاندماج أول مرة يصير حرفيا هنا قد تزوز حدودي أول شخص شوه حاليا يندمج مع الشيطانين الثنين هو ناخد فهذه قفزة نوعية في الاندماج يعني لا تستبعد أنه أي شخص يعني غير آس ممكن دنتي ممكن مهما يكون فاني كله أنه عندك لنشيطانين نسوي اندماج كامل معهم كلهم فهذا سوى قوة خارقة ناخد هنا حرفيا تطور لشيء خارج هو حليم متأكد لأنه قال لهم ساعدوني في مقابرتي هذا لأنه حتى هو مبعار لكن أجبر نفسه عن اندماج وفعلا اندماج ويجيك صورة كده حق مورغان يقول أخي لأخي أنت عندي قدرة سحرية جبار أسطورية يقصد سحر ناخد نفس الضلال وهنا نعمة وللث يركزون يقول ما هذا هل ينمو سحرة يعني تنمو كلام مقاعد الواحد تقول كلمة والثانية تكملها والثانية قال أستطيع تعزيز الطاقة للحظة واحدة أو لمرة واحدة فهذا يوريك أنه عنده يسوي حركة واحدة بها بيختم القتال لهذا كامل ومس كده أن هذه التعويضة بتصل لبيئة الشياطين العليا يعني التغنية اللي بيسوية حاليا هاي تغنية يعني مرة جبارة فهنا ناخد تسوى مربع ركزوا معاي بيقول ناخد دخلهم عالم آخر عالم خاص فيه غير العالم الحقيقي وداخل العالم هذا سوى تغنية أخرى تحبسهم في عالم آخر باسم سحر الظلال صرح التكفير يقول تعالوا لعبوا معاي ما لا نهاية في هذا المكان سوى لك كده أرضية فوق وتحت وعبارة عن أذرع تمسك يعني تقول أرض وسقف مسوي وسجن كده كامل بحيث انه ينتصم كلهم داخل يعني نعمة وللز كلهم داخل الحيز هذا اللي داخل الحيز الآخر وهنا بيربطوا بالتشوصر الجماجم وأذرع وسواد ودري إيش واضح نوعا من الختم المعين يسويه ويكمل ناخد كلامه يقول سأحبسكم هنا الآن في عالم لا حياة ولا موت فيه يعني انت حي انت ميت موجود موجود انت موجود موجود انت بحفظي ويوريك النهار تغنية ختم جابت زي القصر كده يعني تحت أرضية وفوق قصر وفيه زي اللوح عليك كتابات معينة مكتوب فيها بار ختم أو شي واضح انه قاعد ينزل ويسكر عليهم طبعا التغنية هذه خلاص ناخد مضحي بايع القضية يموت يموت ما عنده أدنى مشكلة عشان يحمس الشطانتين جابلك صورة كده شرايح الكاتب حق المكان يدخلهم فيه مليان هنا جليد وسقي وهنا نيران مدري ايش يوم كبس عليهم المكان أو هذا السجن تفعل الختم لكن في نفس اللحظة في نفس اللحظة الختم بدأ ولع نار بدأ ولع كده مدري يقول مستحيل ها دمر تعويدتي ناخد حرفيا نصدم وصدم بس هنا دمر شي غير مادة على كلام ناخد قال هذا مستحيل لقد دمر تعويدتي دمر شي غير موجود غير مادي موجود في أرض الواقع يعني مداخل بعالم خاص عالم الضلال وفوق ذلك كله شي ممادي انك يلوك يحرك يعني كيف تحرك ختم داخل عالم خاص من عالم حق هنا يذكر بالاسم الفصول السابقة اللي فيها آسة عندي مع شطان باسم السحر هو كل شي فهينا حرفية تطبق المقول إن كان سحرك أكبر من شخص قدامك صعب من نكتفوز عليه ممستحيل صعب من نكتفوز عليه وجامك كده سريحة طوالية على يسار كده ونعم وللك يضحكون والضلال قاعد ثلاشة منهم مدري إيش يعني وناخت في حالة صدمة نفسية صدمة كبيرة حرفية حق ناخت تجاوز حدودها للمرة الأخيرة من سنين وضحها بنفسها وكل شي خلاص لكن في لحظة معينة كسروا الختم أو كسروا هذه التعويذة أو كسروا هذه المصفوخ الرونية هنا جاب لك سريحة سحر شيطاني جليدي وسحر شيطاني ناري وجاب لك نعمة ونعمة ونعمة ملعة نار من الجانب واضح أنهم زودوا الجرعة حق ثلمان حقتهم وهنا زودت الجرعة الجليد حقتها ويكمل تريغي يقول سحر الجليد الشيطاني يحرق كل شيء وسحر الجليد الشيطاني يجمد كل شيء يعني يشوف القوة ويضح كل فاير والنار ملع من هنا مدر إيش لس يلعبون حرفيا الشيطاني هذين أو التوم الشيطاني هذين لس يلعبون وفوق ذلك كل يكمل تعليق حق ناخد يقول حتى الضلال والضوء وحتى المفاهيم الخفية حرقوا شيء ودمروا شيء غير مادي ختم داخل العالم آخر فيه قوة هالشيطان التوأم ذا فيه قوة غير طبيعية نكمل بسر ونشوف فاقي التفاصيل هنا جوك توم الشيطان قدام ناخد واحدة احرقت يده واحدة جمدت يده الثانية قام ناخد يصارخ وشياطين حقين ذيبين ذيبين راقلر مع علومي ذيبين كذب الأرض طيحين مدرهم ماتوا مع قيد الحياة أنا ما أدري هل ماتوا تكون متعنا حتى النهاية هذا الشيء للنبي تعذب اكثر يحترق اكثر تجمد اكثر جيد جدا كفو عليك هذا الشيء للنبي احنا ويضحكوه وناخد في رعب عود بالله ونقر مزرعة المذكر وقت هالليما الان بالخص شفت العذاب عايشين ناخد فيه وناخد جاش يتعذب يسعف ينزل الى هالل يقول لا وصدق طوال هذا الوقت يلعبون و�לما حري ... مؤثرة خاصة من عدرة وط None كفا لازم لحق مؤسرات خاصة فيني فقعديني تقون عاناخت مد معيشين رب معيشين رب حرميا ويجيك تعليق كده مد من الكاتب أوه من التون الشيطاني هذي يقول لا يوجد بشري يستطيع التغلب على الشيطانان أو شيطان من مستوى العلوي وجاي يده كده بتخنقه وبتقتله وبتذبح وبتقطع راسي كده بيده منخلي بها كده تقول دعا نسمع صراخك الأفضل والأخير يعني شوف الهيد دون خراص ازهقوا مننا لعب معه دا وقت الموتى الحين ناخد جي جي كمل لك اللقطة كده بعد كلام الشيطان هذا وكلام ناخده وكلام الكاتب نفسه دخول آستا على الشيطان اللي بتقطع راسي ناخده أو تمسك تخنق ناخد ويجيك آستا ويلوح بسيفه باندماجه الكامل آستا عارفين هذي لحظة بطل له هذي يعني اللي في ميزانها ميزان مثلا يمتصح الدخول له يمسك أنت العصار حكثوث الضرامي أو عفل يمسك حقه منصف شبس الليل دخول في قليون حقه الحروس حتى لبرياء يعني هذا حد نفس المواقف نفسي يعني الوزن لها وزن قوي جدا فهنا دخل آستا كده وعيونهم ملعم سو كده يعني سو حركة المؤثرات انه سو حركة مع الرسم ويجيك تعليق كده نفس تعليق اللي قبل يقول كان هناك أي شيء يمكنه فعله هذا فهو مضاد السحر الله أكبر يعني التعليق اللي قبل كان يقول لليس بشري في هذا عم يستيح هزين شيطان من المستوى العلوي إلا هناك شيء يمكنه فهو مضاد السحر يعني الكلام هذا حق ناخت مو حق الشيطان ولا حق الكاتب هنا آستا طير يد الشيطانة كام الشيطانة ها؟ 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 إيش صار؟ إيش صار؟ حرفينا الشيطان الشيطان هاتي جساله يدها انقطعت كده حرفيا يعني مشكل سريع وسلس ومر احترافي آستا صاير 007 كلفر كده صاير لك والجيطانة كده تربيع يدها تربيع يدها مقطوع يعني شو هذي حين يدي مقطوع أوكي؟ يعني لاحظ يشرا وخيرا ما الثلاثة أيام شو هذي الموجود عندي طب عيدها مهلاً هالقطاع؟ ها؟ كده تحفى عم التعجه شطانة مستعد إن انقطعت يدها فهمتو بك ركيب وأستا كده مهلاً آستا عضل كده أنا مدي صوتها آستا عضل لازل لا 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 تلقش آستا عضل قدما إحنا أسمع آستام عضل مهلاً مهلاً معيك مؤثرة 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 واسا ماسكو السيف في النقاط هذي اللي سمونا مدريشنه والشكل الدرع حقه ويارجل الرسم عشرة العشرة الرسم عشرة العشرة وهنيك الكاتب يعني الفصل مدته حرفيا تقريبا رمع ساعة عشر دقاي والتصوير الفصل كامل ياخذ عشرين دقيقة نص ساعة أتسوين كيف قلتش معلومات كثيرة في الفصل هذا فنكمل اسقام هذا ما تظنبكم فعلون لنائب الكابتن الخاص بينا يعني شو عندكم مدينكم وعنا بحقنا اي اي حلال حلال انتهى الفصل 287 وبدأ الفصل 288 باسم ظهور نعم تسجيل الدخول نعم نعم انا بسمي تسجيل الدخول يعني لا 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 تسجيل الدخول ويلا جابك صوت واحد كده شعره مشط على وراه ابد موفنغرل وخافي ملاحة لامحة مطلع على الخشم كنا مثلث فيه كده مقلمة وملزمة وكده حق مدارس كده يقول لقد ذاهب قبلنا حقا ينظر من بعيد وجاي بك صورة كده انه واحد وراح طيران سريع وكده جب صورة كده قصر كامل جب صورة صغيرة كده فيه فتحة داخل انه واحد دخل من العلية دخل من الفتحة فواضح انه آستا يعني تقول لي هذا آستا واضح وضوح الشمس هنا ندخلك آستا وواجب كده والشيطان طاعدة مقطوع مدري ايش ويطلعك الشيطان قيم دلبيو هذا وحقه ناخد سيدينا آخي التكفى يرحم ممك اتبوت تكفى والله ميت والله ما يخلوننا والله ما يخلوننا هلو اللي يدبون حولنا ارجوك توسل اليك لا تموت ارجوك ارجوك يقول لنا آختينا معاكم متأخر لكن الآن اجتمعت كل القطع مو ما انقلك القطع الاخير اجتملت كل القطع اظن الشيطان الاخير هذا قيم دلبيو او قيم دوبليو او قيم دبليو او قيم دبليو اي اس مكداون اظنها احد القطع الاسية انها طول وقت ان اخي قاتل في الشيطان المو اربعة هذا احد الشيطان السيين اللي عنده اظنها اول واحد دي ما اظن انه فكذا بكل بنود ناخد يقول معاك غير مهم اسرع وهذا ثوف المظلم بسرعة كن يقول كذا حقاسته كن يقول حقاسته كن يقول حقا يعني كنت تقوله صم بليموية فهم شي بسيط يعني ما هي صعوبه هنا قال له انت مهم انت مهم يا ناخد انت مهم لقد اصبحت اقوى بفضلك ايه لو لا اسمونا الكاتب ولولاك او لا ما كنت صرت اقوى كذا يا ناخد وتشوف يد ناخد هنا جليد فهمتو وهنا نار محروقة اه لملاحظ ان اقاسه لوح بسيفه قريب عندي دين ناخد اللي مركز وقلق الخصائص حقه السحر اثار السحر بسيفه العادي اللي الاول يصد فيه السحر هذا لغاية الشيطان هذا لو حبيه تلويحه شوف السحر بده يشتت كذا يختف الجريد يتكسر والنار تختفي خلاص العادة السيف الثاني اللي يرغب في الشيطان يسمونه هو اللي يلغي اثار السحر لكن ااسف القوة تطور ان تلويحه بالسيف بس لغاية السحر تلويحه ويقطع السحر بس انك تلوح كذا عقد تجلي يهش به قنمة هالي صنمعي كذا سوي كذا والخصاص للغاية ادي نطور الموضوع لكن لازم اوضح نقطة هذه يقول ايه انا اريدك ان تكون واradesميرا وان تكون شاهدًا على تطاول وقوة الجديدة التي بفضلك وينجي تظل كذا حق مورقة tetpes тому كنه اياستاه تذكرها إليه بخوة مورقه المرحوم وج أينكتizens داخل نقته فكرًا يقول رب ما كنت انتظر فجرا جديدا ان يشرر في الواقع هو شخصا جيد لكن مختلف كثيرا يعني كنا سوا مقارنة بين أخوه فهمت؟ شخص جيد لكن مختلف كثير خلص وضحها لكم مرة يعني الطيبة متشابه فيه بينه و بينه موردن حربين أصطر طيبة بعد حدود تراستها يعني طيب من أبد يقطر منه و هنا أسكول آه الشعار على صدر آستينا فيه خمس سيوف أو خمس نجوم أو خمسة أضلع واحد من أضلع جاه زي الطمس كذا كذا كان ضلع وصار طمس كذا كان متر كذا أو شي و كانت رسم لك تأثير كذا زد زد تي و شي كأن الشعار هذا أنطو استحرك فين أن أسكول آه لقد مرت دقيقة بالفعل هذا معناه واضح وصريحة من الفصل المتاخل نزولنا نجلي أن كل بار و شكرا اللي يطلع اللي في البث يعطي العافع معنما هذه أن كل بار له دقيقة يعني آستي قد يصمد خمس دقائق كما توضعت من قبل لكن كيف نحسب كيف نعرف بالساعة هذه هذه الطريقة حلوة من الكاتب أني يوريك ما يمتط القتال إلا بهذه الساعة خلاص هذا الموقت حق آستا لنا وله في العمل نفسه خلاص خلص خمس الطمسات دي خلاص آستا وقت يخلص و آستي يقول لازم هزوهم الحين قبل طرعا خمس دقائق خلاص و آستي قد يصارك كذا الحالة الغبية هالي دا بيشوي أاااااا هزوهم الحين بسرعة احاول اغلب دو سميم قادا صوتها مره قوية محضه لازل انتظر ان ازل ناسا عند سكس باق في الحفال الصوتية سمين والتظرين انت معنهم متفيديك صح اوكي نكمل المصر وهنا شجوك الشطان الطالع كي دا مقطوعة شو كني قطوة دعمت السيارة رأمت و وجدي كذا كذا نعم الطالع يده مقطوعة كذا مستغربة وقاعد ترتجف يدها ترتجف مدري ايش شا السالفة شا اقول لك مصدومة كبيرة جايتها وفوق ذلك كلها هالسائك وهي مع خطها يقولون لمئات السنين في العالم السفلي نعم نشعر بمتعة كهذا يعني مئات السنين يعني ما حد يطقطع يدها ما حد قصطرها كف ما حد قتلها مع شعرطة حطها في ماء يطفاها وحطي خطة في ناره وحرقها وبخرها ويجي كده ابتسامة ليبي كده كده صور حق ليبي يقول كيك 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 لم اظن ابدا اننا قد نلتقي في هذا العالم هنا بدي يطلع القذب تطلع بشاعر الفرح حق ليبي استربيس دخوله هنا حال يعني يسوه شوشرة كبيرة ويكمل كلامه هنا انت يا ليبي يقول يا شيطانة الرثبت العليا لليث ونعمة أو لنعمة ونقمة ما يمقى شيء غلطة ممبون منهم ويشوف شكل ليبي كده وراء آسا وآسا كده كده ما سكيش سيف طلع فيهم التلوين كممتع تكرا عبد الرسائلية كذلك في وقت البث شكرا جزيلا لك وبدو يولعون زيادة يم يكسر الختم حق نار خد كلم والعين اللعين وولعوا الزيادة جاي يهجون آسا يقول جاي يهجون آسا لبيستا يقولون أمتعنا أكثر آسا يقطع النار وآسا يدخل عندما يكون فيه بين انت يا الجليد ويسوي لك أعصار ويعطيك تسعيرية ومدري إيش آسا يبدأ قاعد يلغي السحر ويقطع يقطع السحر ومدري إيش يبدأ آسا مسوي شغل وآسا يكمل ويلوح بالسيف وبدو يقول هل سو يصيب؟ هل أنه يلوح بالسيف؟ المسرح الحقيقة ليس حق آسا هنا حق المتعمة تبشاهدة المسرح هنا حق ناغت 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 يعطيها عكيدة ناظر ومسرططية حق إياشر دميع حقوق محفوظة يعني مسرح حرفيا كامل حق ناغت يشوف الثمرة حق تدريب الثلاث أيام الثمرة كامل حق ثلاث أيام يشوف قدامه اللي كان يعاني طول الوقت آسا قاعد يقطع السحر وقاعد يلغي وقاعد يرئيش وهذون ينحشون منه يجون يهجمون الزبدة آسا يفتحت الكتاب وينديه باسم السيف الثالث لاحظوا هذا السيف الثالث اللي يلقي خصائص السحر نفس اللي فك السم من أبوه اللي في الكنيسة ذات ندع كده بالسيف الثالث طلع لك السيف كلاس وتكاتم كده ودائرك هناك برط شوي وفي زي الخطوط كده زي الشوك داخل الدائرة حق السيف كده ومسك السيف كده عالي السحب كده على فوت ونادى السيف مدمر الشيطان كذلك ونفس الصور ونفس الشريعة حق اللي قاعد يهجم مدمر الشيطان أحد السيوف اللي على آسا تم طمسها بس المرة الكاتب بحط تأثير وضحها لك كرسم هذي مراحة الله جدًا حيوم الكاتب يقول شوف ترى أنا قاعد أحسب زي من قاعد تحسب شوف روحة دقيقة ثانية لحين شوي آسا روحة السيف قد ندمر الشيطان فجأة آسا مسح كل السحر اللي دار ما داره الشيطان يقول ها 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 كده كده صدمة كبيرة حرفيًا آسا المكان الكامل كله اللي ملع نار و جليد و مدري إيش يا ساتر آسا محا في ثواني واللي مركز السيف أساساً الكرة اللي فيه الحديدية هذي أكبرت الزيادة والسيف حجمه صار أكبر أكثر شوي قطاع مضيية من قبل أن شكل السيوف بتغير مع تطور آسا السيف يتغير شكله نمشي من أول السيف يكبر من رئيش السيوف الأخرى كذلك لها تغير تطور أكثر لكن الشيء الممتع مو هذا بس الفعليات لا تنتهي مع أستلا بيستا أستلا بيستا بدي يدلي يصار رغس سحر كامل بدي يدلي مين يقطع الشيطان كنصين ودي حواسية مديرات قولي ويقولك حربياً قصها كده عطاه إياه تريو وأستلا بيستا كن كده عطاه قصها قص كده فآسا بعد أن نقص الشيطانة نعمة أم يد مقطوعة أنت فصل 288 وننتقل الآن الفصل 289 بدأ الفصل 289 باسم شمس متجمدة الاسم بيتناظه نوعاً ما لكن نروح نشوف جابك آسا وقاطع أنت يا نعمة كده قصها نصين ومدري إيش والحالة حالة فأجي جبتريه على اليسار كده هجمة جديدية من ليلث فجأة من لحمة قطعها أسر الصين المفروض تتلاشي تختفيه لكن هنا ليلث اللي عينة جمدتها وجات لا عندها أقربت لها ويجي كده تلاحي تقول يا لهو من عار لقد تمكنك منك أولاً يا نعمة اه 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 أوح لا أصطرك الحين في هالكيبورد روح يتوجك هالقدر ذا جميع الحقوق ما في اللي يا شو ما ثلت صوتية خاصة فينا لسنا محيداً كده الأفضل وهنا ماسكة وجه النعمة كده تقول لكن الآن فقط يمكننا اللعب معاً والهالة السودة حقت نفس ليلث قاعدة تندمج أو تشفط الهالة حقت نعمة كانت قاعدة تشفطها معها والواضح أنها تسوي محاوة اندماج الواضح ألي كنت أعرف ذا الشيء لكن لكن اللي غباني مهنة أنه في لحظة واحدة شو السرعة الكاتب أضح لكي السرعة هذا شف آست قاعد يناظر وناخد يلي ناظر شو السرعة من الكاتب كيف يريك أن آست حتى ما استوعيش بصاير هنا ما الذي فجأة ليلث شفطت نعمة كاملوس واندمجت معها في هالة سوداء فجأة كده وهنا اندماج نعمة ونقمة تقول ما تعني أكثر أنت هو الخليصة النهائية وناختي علغ يقول اللعنة هم بلا شيء يعني متفرقتين يشقين ما بشك فبالك يوم اندمجوا قوة هائلة لا استطيع تحملها يعني شو من قوتهم هم قادر يتحمل الضغط حق المال اللي مولدينه وتشوف كده نعمة ونقمة اندماج نعقمة قاعدة بور اسم حق اندماج للاقي بسميها الليث اندماج الليث فاندماج الليث هذا شوفوا كيف دراع كنصة تسود أربعة هجنحة وندكية من جناحين وشلون والديل يعني شكل مهول والوج يعني شكل من كوكب آخر وهنا يبكر يقول تبدو راعتين للقاية يعني وانت والله مرة كول شكلكم مرة كول لكن ما يمكن نحسس بالمانا لكن ما يمكن نعرف ما يمكن نحسس انتم هنقوية ولا لا وجيك كده تعطيك الابتسمة هذه ابتسمة ابتسمة الحقيرة هذي وتفرد يديها يسرة ويمنى وتنشؤ بها عصير نارية وجليدية احس احس اني شاعر كده في عصر عند غريش نحن ويليش جانت جانت طبعا الهجمة هذي طلقتها على آستو العصير ثنتين آستو سريع سريع لغام لكن الحق لصوت الذين اطلعت لك فوق القصر فوق المملكة كاملة فوقت ما آستو مشغولنا قاعد يغطع ويلغ العصير هذي الجندي والنارية راح طارت فوق فوق القصر فوق وتشوص صورة الشجرة الكليفة والقصر والبيوت الموجود ونعرف ايش وآستو يطالع كده فوق آستو ماذا في شي ينظر آستو قاعد يجلط وهنا تجيك مره اخرى قوة من الكاتب شو السرعة اللي يوريك فوق صراحة ان دماجتها انت يا ليلث معها نعمة شو السرعة الاخرى بالكاتب في الشخصية نفسي والقديش سريعة في لحظة وسط السماء سوت كورة كبيرة جدا 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 كبيرة كورة يعني حرفيا هذي ايش الفصل الشمس الجليدية والجيد اللي هو اسم الفصل اسم الفصل تغنية حقت انت يا ليلث سوت كورة كبيرة جدا 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 وقاعد طالع عاش كده وداخل طالع يقول اللعنة وما ادري ايش والنص طالع ايش هذا سوت كورة عملاقة اذكر من كورة الوحش او الشيطان الوحش ذاك اللي يهاجم الملكة نفسها وتقلمت اللذين حتى الان تتأدى فهذا النوع من الهجوم يؤلم ما قاتوا بيبحيكم بدملكم وقاتوا يؤلم يعاور يا شمال ايش لأي درجة سهولة المانا عندها من توفرة تذكروا الشيطين ترى يتلذون بالمانا حقه عند البشر اللي فعان البشر تلذون بيتلدوغي طبيعي فالقوة عمشتهم مكبتين يا ما اطلعوا قوته بزارة اكبر واكبر ولي يركض كذلك اللي يزود هذا الشي ولي عرقة حقه الشد الكليف كذلك كانت راقية فوق الزيادة كأنها تشحن الضربجة كأنها تشحن ما اقول لك اكيد كأنها تقول لك وتقول له امسك يا استا خذ استا واقف ما سكسفين كذا ويناظر تعرف كي مصلوم بطبه كبيره في حياته يطلعيش هذا واستا يقول انت كن يشبتونك صوتك بار صح؟ اوكي اذا نبع عليه ان اكون اكبر بس يعني استا شوف العقل حق قديش بسيط قديش يعني فعال يعني خلاص ويجيبك صور حق استا من يمكنه صغير لينكبر ويفكر يرد ضربات خاصة في بداية قبوله او مراسم القبول في ثران السود يمجاه ماغنى يهجم الكورنرية استا طبق نفس المبدأ على نفس الموقف هذا كرة ماغنى صغيرة هذه كرة كبيرة يعني لازم ان يكبر السيف او الهجمة حقتي بنفس الحجم هذا يعني مره مره ضرب حسب وحلها استا هنا استا قالك السيف الاول لكن بهيئة مختلفة تماما السيف حرفيا مسكتها هذه كبرها وحجمه كبر مربع سكني كامل يعني انتم متوقعين الحجم يعني كيف اذا ضخم sagen missionary وهي اذا كنت قتل الشيطان ويناي استا قادل الشيطان ويضربك الكورو ويضربك الكورو ييميز اذا اضربك الكورو والالمملكة تخرجون الفذا المملكة جميع اذا كعتن الله كأذا أصحى ويمني اتكلم ok فتصره ضرار ورجاهه أشكر راه الكورة رجعت على اندماج ليلث وجبت تعليقين الشريحة وتعليق من قول إلى أي مدى تريد أن تصبح قوي أو تصبح أكبر يعني قصد آستا وواضح ومجسام الحقيرة بالنظارة هذه إنه ماغنا وزورا ماغنا وزورا من مدى الأرك ما شفناه يعني من جاك الدنتي عند مقرأ أو موقع سيران السود شفناه في آخر الحلقة اللي بجلسين عندها في اللقابة وبس وعليها يعني وماش نعي شي آخر فآستا رد الكورة على اندماج ليلث والصور التي تحت برضو كذلك واضح أنها انصدمت كده حاشتها صدمة نفسية على قطعها الكويت الله يطلب عمرهم إن شاء الله حاشتها صدمة نفسية والآن ننتقل للفصل ٢٠٠٠٠ هاجي ماري هاجي ماري بدأ الفصل ٢٠٠٠٠ باسم الأعلى ضد الأدنى وجايبك الكورة مع التأذيرات المرسومة إنها متوجهة فوق حق قلت يا ليلث طيب وكذلك ليلث بنصدمة كده حاشتها صدمة كبيرة وكذلك الكاثر يوريك قاعد يحسب لك الدقائق والثواني والثواني عليك الله حسيب أحد الأعمل اللي على صدر آستا تم طمسة يعني راحت هذه الدقائق باقي كم؟ دقيقتين 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 وهنا آستا من نفسه يقول بقيت دقيقتين آستا يقول وجايبك الصورة الجنبين يقول فيها آستا الصورة الثانية إنها ليلث ادخلت داخل الكورة من الكورة بلعت ليلث أوكي؟ كورة اللي اطلقتها ليلث ورجحها آستا وليلث مغمست داخل الكورة وعلى طول آستا ما افرقت بعد ما رد الضربة على ليلث قال السيف الثاني مستوطن الشيطان لاحظوا غير اسماء السيوف وأضاب لها اسماء أخرى يعني السيف الثاني مستوطن الشيطان يعني ما غير اسم الأساس حق السيف الثاني مستوطن الشيطان وبدأ عاطوا يطلق سلاشات ملغية للسخر ولحد الآن لم يستخدم سيف يامي لحد الآن لم يستخدم سيف يامي الرجال تركزوا معاني وقاعد يطلق سلاشاته على انتياض الكورة الشمسية الجليدية هذه وقاعد يتقطع الكورة كأنك قص برتغال الزبدة آستا حربية كأنك قص برتغالة وليس قص الشمس الجليدية طبعا آستا بدخل دخل الكورة كانت توجه على الكورة ملق السحر يطلقها قاعد يلقي يطلع يلقي السحر فآستا حرفيا دخل لداخل الكورة حرفيا آستا فلحظت ما دخل قال مدمر الشيطان السحبة من الكتاب قال مدمر الشيطان على طول وفي سوى على المكان المحيط بليلث لغة السحر كامل حولها فهي قمضت قلت اوه ايش هذا ايش صار ايه ايه ايش صار ايش بشريك تقول ما هذا الشخص ويجيك صوت آستا على الجنب كده كالنايامي وجنبه انت يا ليبي كده قامت وكذلك يكمل جيكس شريحة كاملة تعليق واضح ان ليبي يتكلم واضح ركز بالكلام اللي بقوله الحين انه كلام صراحة في مشاعر ليبي موجوده فيه يقول لك لقد كنت اضعف شخصا من رطب المزدنية اضعف شخص اضعف شخص العالم السفلي رطب المزدنية اضعف شخص لم اكن ابدا ندا لهذا الشيطان من مستوى العلوي ويجيب لك كلام آستا في اول لقاء له يقول له شكرا لك طوال هذا الوقت لمساعدتي شكرا لك ويقول لك كيك 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 تعليق كده لحق الضحكة ليبي واضح صريحة اذا يقول لي اه يضح كتاب الانمي وضح كتاب المعنجة وكده بضحك شريرة يقول هذه هي جملتي ايها الاحمر الله على الكلام الجميل يقول بفضلك استطيع قتال اولئك من الرتب العليا ودي واضح انه تعرق زياده ها ايشو صديق ثاني مرة انصدمت قاعد اتفكت قلت ماذا يكون هذا الشخص هات ماذا تعمل عليه؟ هالي استطيع ما هجمتي؟ لا يجب ان يحصل هذا هي صاير شي لها ما قد خبرتها او عهدتها يعني من قبل يعني شي غريب بالنسبة لها شي شي كده بلسم لها كيس غريب شي غلط صاير لما احد قد وقفها ما احد قد طقها ما احد قد ودري ايش تقول كوشي موجود اليوم تعني لكن هذا العالم لا يقعد ومتعن بعد الان ما ها ايش صاير تقول ماذا تكون انت؟ وش انت؟ شخش الشعور هذا؟ جاي شعور غريب او مرا يخالجها وهين ليبي ياخي ليبي قاعد يبرد قلبي ليبي كده كلامه يقول لم تضطر ابدا لمعربته ولن تحتاج لتتعلمه حتى الشيطين العليا من عالم السفلي لم يكن احدا يمثل لهم تهديدا تهديدا بالنسبة له لذلك بالطبع لن تفهم يعني انت ما تفهمين يعني انتم ما قد احد هددكم ما حد قد احد داسكم ما حد قد احد قطاعكم او خوفكم انه يسمى الخوف كده صرخة الشيطينك في حق اليبي كده في صرخة كده أو حالة وتشوفه كده انجلطة الزبدة وتشوفه العرق و تشوفه العرق او مرشيطان يعرق ترا غير حق أستا او مرشيطان يعرق شيطان من مستوى العلويات و مرشيطان يعرق صراحة لقد عرقت والعين حق تطالع تحت كده كذاك الكاتب يبرك يقولك الدقايق قاعدت تحسب حسابه الدقيقا و يتمثلك احد الاعمدة اللي يشطر أستا مرت دقيقة باقي حق آستا دقيقة وشي قاس يتذكر ان او موصة ودري ايش وقال يتكلم وضعت دقيقة ودري الكلام فجأة الشيطانة انحاشت يبا حطت رجلها وقتل الذينه فقعت هد انحاشت الشيطانة مستوي علوية تنحاش من بشري ما عندها شحر اسمعوا يا الله مضحكت جدا لأنه مضحكت بالنسبة لي لان انا هي حست بالخوف حست بالموت فانحاشز للمرأ لكنها ذكيبت الذين تقول على الافجه احنا ما راح يطول بهذا الاندماج لوقت طويل ما راح طول اذا قدرت اصطعت البقالة من ده اطول يعني قدت اطول زيادة اصطيع الفوز بسبب الوقت يعني هاد اضيع وقت لان انتماج حقا انه عرفت ان هذا الاندماج في نفس الوقت قاعدت هاجم آستا هي والمكان لهم فيه برضو خاص يعني على وشكن يتلاشف ما يتلاشف فباقي اثار معينة صغيرة هنا آستا اطلح حقها قا توقف عندك الوقت كن يحنو ماتي يقول آستا سيء لا استطيع اللحاقة بيها آستا مش قادر يلحقها أو آستا مش قادر يلحقها حتى البزره يبنحاش هاد يقول اقسم سأصحق تنافل انت وكل اصحابك وكل من هذا البشرين وكل بشرين في هذا العالم بسحبكم وكلك ودمركم ويميت نحاش وتلدينها شو البزره كيه شو البزره طقيتها راح بعيد سببك نحاش تحال هندرع تحال هندرع ناشو الطريقة سوت له يجيك ناخت كده بسحر الظلال يقول تعالى شبعك حبه شبعك حلان تعال 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 يطلع لها فجأ كده من الظلال كده فجأت يشطين لخير حق ناخت موجود فظنها احد قدراتها فجأت طلع لها كده من ظل من الظلان طلع لها الزبدة ويربط كده أم أم تعالي تعالي بيك بيك تعالي ويقول على أقل أستطيع أن أكبح أكل بترة قصيرة لأنه آسد جاي طيران ويقول هنا ناخت حق الشيطانة هادي يقول يا للسخرية يا للسخافة يا الشيطان العلوي لديك سحر ضخم جدا 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 وما تخافه هو طفل بشري وشيطان لا يجد ديهما سحر يعني ناخت كده كده جراحة موس قبل ملح وليمون كده عصاره فأنتم حرفيا كده عالجرحة طانا ويأتي consta طيران الببط ليصاب يقول يمثال 100 يجي�� يقول أبعد يديك القدرة وقص لكلث قصه واحده كده أبد أبدا يعطاءه كده عن هذا العالم فجأة تلك شريع تحت البر الخامسة مع استا خلص الديقيق الخامسة تم فصل اندماج استا لكن aixòيك يقول لك fruitful العبرات tera作為 ليبي أستا كماسك سيف وليبي كماسك سيف هذه الآخر انها تغني الاندماج للدرجة معينة لكن وهنا شكل أستا وشطن مقطوع قعد ثلاشة ومسوية حكت صغر الأرض هذي ألا شرف الوطن أغلى من ومن بكن نسخة أستا وليبي فأنت المصر بي 290 بهزيمة للث أو اندماج للث مع نعمة أو نقمة وانتهاء اندماج أستا وسقوطها من السماء ومجد يصار بعد هذا وبكده أختم هذه الحلقة عدرة على التخير أني حملت توقف شيء لأن ظهور ماغنة وظهور زورة كذلك ومرتبة الوصول القادل بعد الفصل 92 بشرح لكم في انتباع خاص آخر بس السنة الوصول الأخرى تتجمع شوي بعتكم ليها مسهد لأنه كان هذا الفصل حق الاندماج أستا وماضي ناخت وكذلك انت يا السرع جاك السفاحي فبكده قبل لا أختم عذروني على التخير اللي صار عن طبعات لأن المعمات كثيرة فأحتاج تكسيبها شوي الدوم عندي كذلك الجديد أشغلني شوي فيدوب يرطب وقتي ورطب أموري الزمنيين وبكده أقول لكم سبحانك اللهم في حمدك أسد الله إلا هلا أنت أستغبرك وأتوب إليك لا تنسوا نساك في الغناء وضر اللايك والشير مع بلاك لوفر أنشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة